موسيقى حلقتنا النهاردة عن فنان ليه جاذبية وحضور على الشاشة الصغيرة فنان بدأ حياته في مجال الإعلانات التلفزيونية وكان بيقوم بأدوار صغيرة اكتشفوا لإعلام المصري طارق نور قدمهن لببرنامج ستار بيكر عام 2002 علشان كده هتكون حلقتنا النهاردة عن الفنان أمير قرارة أمير محمد قرارة اتولد يوم 10 أكتوبر عام 1977 اتولد في مدينة القاهرة الفنان أمير قرارة تخرج من كلية السياحة والفنادق قسم السياحة لم يعمل أمير بدرسته عامل كلاعب للكرة الطائرة وشارك ضمن الفريق القومي الأساسي للكرة الطائرة في مصر دخل أمير بطولات للعالم في الكرة الطائرة لجدناه للأسف لم يستمر في مجال الرياضة أمير تزوج عام 2006 بهند صلاح حسني شقيقة الممثل واللعب السابق أحمد صلاح حسني أنجب منها ولد باسم سليم وبنتين لاي لوني اللي ده ابنه نظهر معاه في الصورة إيه رأيكم فيه شبه منه ولا لأ الحياة هو يشبه له كتير ودي كمان بنته الفنان أمير قرارة حكلنا موقف الموقف ده عن والدته قال إنه هو بجوار منزلهم كان بيتواجد محل كوفير كانت بتمر في المحل السيدة بتقوم بقراءة الفنجال وعندما قامت بقراءة الفنجال قالت لولدة أمير في واحد من ولادك بحرف الألف هيجي يوم ومصر كلها هتشاور عليه طبعا فيه ناس كتير بتعترض على قراءة الفنجال والأبراج والموضوعات من هذا النوع طب إيه رأيكم في اللي حصل مع أمير قرارة تفسروا لي ده بإيه ياليت نتناقش مع بعض في التعليقات الفنان أمير قرارة استحوذ على بعض اطباع والدته خد منها مية في المية من شكلها سبحان الله يعني كان يشبه لها بالزبط والدته كانت طيبة وحنونة حنونة على أبنائها أولادها كانوا بيحبوها جدا هو كمان فلع زيها أمير قرار بيقول لنا أن نقطة ضعفه هي أولاده للأسف ما بيعرش يقول لهم لا خالص طبعا هو كده مدلعهم جدا إيه رأيكم كده في تربيته لأولاده هل هو صح ولا لأ كتير مننا بيحب يدلع أولاده وخصوصا لما بيكونوا صغيرين ما بنرفض لهمش أي طلب خالص لكن للأسف المشكلة فعلا بتحصل لما الأولاد دي بتكبر وبتكون طلباتهم أكتر من النصطاعة وبيدخلوا بقى في مرحلة المراهقة والعند بتاعهم بيزيد ساعتها ما بنقدرش نتراجع خالص ودايما بتكون تعودنا نقول لهم هل فعلا كده أمير قرارة ماشي في الطريق الصحيح ولا لأ وللأسف ده حال نفس كتير مننا ولادنا بيكونوا نقطة ضعفنا مستنية برضو رأيكم في التعليقات دلوقتي هنكمل كلامنا عن أعمال أمير الفنية بعد ما قدم لنا أمير برنامج ستار ميكر سنة 2002 في نفس العام دخل عالم التمسيل من كلال ستكوم شباب أونلاين سنة 2002 من بعدها توالت عليه الأعمال الفنية من أبرز الأعمال الفنية أحلى الأوقات إنتاج 2004 وزاكشان 2005 وعمليات خاصة سنة 2007 من الأفلام اللي قدمها لنا أمير هلو أمريكا سنة 2000 وأحلى الأوقات زي ما قلنا وليالي الحب وهروب اضطراري ده كان 2017 وحرب كرموز سنة 2018 وكذا بلانكا سنة 2019 وسبع البرومبو في نفس العام مع بعض دلوقتي هنتكلم عن المسلسلات اللي قدمها لنا الفنان أمير قرارة من المسلسلات الجميلة اللي قدمها سنة 2001 للعدالة وجوه كثيرة قدم لنا دور أمير زوج دولة وسنة 2003 قدم لنا العامة نور وفي سنة 2006 اللي اختشوا ماتوا وكمان 2007 لحظات حرجة قام بدور الدكتور عمر ودموع الأمر سنة 2008 وأنا قلبي دليلي وخاص جدا وقصة حب سنة 2010 وبر الدنيا والمواطن إكس وأبواب الخوف سنة 2011 وتحت الأرض وأنا عشق سنة 2014 وقصص الآيات في الكرآن سنة 2015 أما دوره اللي علم فينا كلنا دوره في مسلسل كلبش سنة 2017 مين مننا يقدر ينسى دور سليم الأنصاري الدور الناجح جدا دوا طبعا دوره في مسلسل كلبش علامة مميزة في تاريخ أمير قرارة وقدم لنا كلبش الجزء التاني سنة 2018 بعدها بسنة وفي 2018 قدم لنا وكلينها والعة ومن أحن أدواره وعلى نفس نمط النجاح قدم لنا الاختيار سنة 2020 طبعا كلنا عارفين المسلسل الناجح ده قدم لنا دور أحمد المنسي طبعا عن قصة حقيقية إيه رأيكم في موهبته شاركونا برأيكم في التعليقات بتحبوه أكتر في دور أحمد المنسي ولا سليم الأنصاري هنرجع دلوقتي نكمل كلامنا عن الفنان أمير قرارة من البرامج اللي قدمها لنا الجميلة غير ستار ميكرا وديو المشاهير قدم لنا الخزنة كان سنة 2013 أما في عام 2019 قدم لنا سهرانين إيه رأيكم أكتر برنامج كان ناجح فيه أمير قرارة أنا برنامج أنا عن نفسي بحب برنامج سهرانين جدا لأمير قرارة الحقيقة أمير قرارة موهوب جدا مزقل أمامهم كثير علشان يقدمه لنا علشان كده نقل جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2012 وده كان عن مسلسل روبي حصل على الجائزة من مهرجان تايكي هستنى برضو رأيكم في التعليقات بتفضلوا أمير قرارة كمقدم للبرامج ولا ممثل النجم أمير قرارة دايما بيشارك متابعية عبر حسابه على الإنستجرام بصور جديدة له أمير قرارة شهر الجمهور بصورة لي من داخل الجيم ومن هنا بقى انهالت عليه التعليقات كان أحد التعليقات اللي بيقول عايش باشا مصر طبعا هو دلوقتي بقى مشهور بلقب باشا مصر أكدوا كمان أنه هما في انتظار مسلسله القادم نسل الأغراب واللي بيقوم ببطولته مع النجم أحمد السقف أول تجربة درامية ليهم مع بعض النجم أمير قرارة هنأ أسرة وصنع مسلسل لاختيار الجزء التاني والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2021 تمنى النجاح والتوفيق لكل زملائقه في العمل والمبروك لأخواتي الجامدين جدا وان شاء الله تكسروا الدنيا زي العادة ونشر كمان البصر الرسمي للمسلسل هيشاركوا في المسلسل كريم عبد العزيز والنجم الكبير أحمد مكي صباح الفل عليكم النهاردة عشر عشر عيد ميلادي تمت تلاتة وربعية سنة أحب أشكر طبعاً مراتي أولادي حبايبي اللي احتفلوا بيها مبارح وأشكر كل صحابي القريبين مني وأشكركم على اليوم الجميل بتاع مبارح ده وأشكر كل الناس اللي بعثتلي مبارح وأقيتلي كل صنطة طيب وأسف لو ما كنت شوفت رسالت حد لأن الحمد لله رسالك الكتير مبارح أشكركم كلكم وسنة سعيدة عليكم كل صنطة طيبين وبكده النهاردة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الفنان أمير قرارة أتمنى أن الحلقة النهاردة تكون خفيفة عليكم وتكون عجبتكم وقبل ما تمشوا السبون يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وده طبعاً علشان يوصل لأكبر عدد من الجمهور وبنرحل في قناتنا النهاردة بالناس الجديدة والمتابعين الجداد اللي معانا وبتمنى دايماً أن نكون عند حسن ظنكم انتظرونا إن شاء الله في أحدث الأخبار بشكركم جداً جداً للمرات التانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة